لماذا تصريحاتك حول النائب الفاضل السابق بسلم البراك؟ لماذا كل هذه ضجع؟ لا أسأل لماذا تضجع على هذا التصريح؟ قلت الرجل ليس مكانه بالسجن يزداد شعبية خارج السجن يختلف الوضع والمكان هو طاولة الحوار لحل الإشكال الذي سبب كل هذه القضايا وكل هذه الأبعاد لكن بالطبع أنت ربما تأتي لماذا كل هذه ردود الأفعال أو الاحتقان لمجرد تصريح للجوز والشريق الغبرة؟ لحق النائب السلم البراك أنا متفاجئ ولكن لأوضح الصورة للمشاهد لأن المشاهد ربما ينظر إلى الأمور بصورة محددة أو أخرى هذا بالنسبة لي لا أختزل أي إنسان بموقف ولا بمقالة ولا بمظاهرة ولا بخطاب أنظر للإطار العام ماذا يمثل وإلى ماذا يرمز وكيف يمكن للمجتمع السياسي بالمحصلة أن يستفيد من هذا الإطار لحياة أكثر ديمقراطية وأكثر استقراراً بالتالي لا أستطيع أن أختزل شاهد من هذا الكلام الذي ذكرت شنو؟ شنو شاهدك من هذا الكلام؟ لا أستطيع أن أختزل وبالتالي من ردوا عليه اختزلوا النائب السابق مسلم البراك بشيء معين أو برؤية معينة أو بخطاب معين أنا لا أختزله بخطاب معين كلامك في تويتر في الحديث عن النائب السابق مسلم البراك قصة التوضيح أن الطريقة الراهنة ليست حلل للمشكلة هذا رأيي في الإجراء لم أقول أنني أتفق معه أو أختلف سؤالي تتفق أم تختلف مع النائب السابق مسلم البراك يعني نحن تقابلنا مرة ولا نعرف بعد جيداً كل ما أستطيع أن أقوله حتى أستطيع أن أقول أتفق أو لا أتفق علي أن أعود وأراجع مئات الأمور والخطابات والمواقف أتفق في أمور رئيسية ولكن أتفق في أمر أساسي ألا وهو معه أهمية تطوير الحياة الديمقراطية في الكل تتفق معه في هذا الجهة لكن أتفق مع آخرين أيضاً في هذا الجهة